فالحقيقة النهاردة طلع الأساس دي رشوان المنصق العام للحوار الوطني وقال فيه ثلاث أراء دلوقتي أو فيه ثلاث اختراحات الحوار الوطني تقريبا نقدر نقول إنه هو استقر عليهم ثلاث توجهات رئيسية التوجه الأول إن إحنا نكمل بالنظام الحالي النظام الحالي اللي هو انتخاب 50% من الأعضاء يعني نص النواب سواء كان في المجلس النواب أو مجلس الشيوخ بالقايمة المغلقة وإن الجمهورية بتتقسم أربع دواير ده رأيي بعض الحضور والقامات والمتخصصين والأحزاب والشخصات العامة والسياسيين اعتبروا ده رأيي من الأراء الرأيي الثاني إن تكون كل الأعضاء يتم انتخابهم بالقائمة النسبية بالقائمة النسبية وفي الحالة دي هيتم تقسيم الجمهورية إلى 15 دايرة ده الاقتراح التاني برضو الموجود داخل الحوار الوطني الاقتراح التالت بيقول إن إحنا لأ إحنا نخلي 50% من الأعضاء سواء كان في النواب أو الشيوخ 50% نص الأعضاء يتم انتخابهم عن طريق الفردي انتخابات الفردي و25% بالقائمة النسبية و25% بالقائمة المطلقة ويبقى هنا تم مراعاة جميع الأطراف أو جميع التوجهات سواء كان الفردي وكل يوم حصة توجه حد مش حزبي محتاج إن هو ينزل ينزل هذه 50% القائمة النسبية تكون 50% القائمة المطلقة عفوا 25% القائمة المطلقة برضو هتكون 25% عشان ضمان حقوق بعض الفئات اللي كفل ليهم الدستور حق التمثيل النيابي لأن حالكم عارفين إنه ممكن يكون أستاذ جامعي ممكن تكون دكتورة متخصصة شخصية مثلا من دول إعاقة ما تقدرش أو ما يقدرش إن هو يتحمل تكلفة إن هو ينزل انتخابات فردي ففي الحالات دي راجل لا ما عندوش عزواء راجل أكاديمي ممكن ما عندوش الملاء المالية إن هو ينزل انتخابات فردي حاركم عارفين اللي بيحصلوا سلوا بلدنا في مسألة الإنفاقة نعم فيه قوانين وفيه سقف الإنفاق وفيه أمور جتيل ولكن راجل ممكن ما يقدرش يعلق يفض في شرعين ثلاثة ففي النهاية مش هيقدر وقد يكون البرلمان محتاج النوعية دي أو محتاج التخصص ده فبالتالي الدستور راعة ده وضمن هذه النوعية أو هذه الفئات إنها تكون موجودة تحت قبة البرلمان وتمثل الناس فبالتالي دي ميزة القايمة المطلقة فعموما فيه الثلاث أراء دول موجودين أو الثلاث توجهات دول موجودين وإنه استضياء رشوان المنصق العام قال والله هيتم تضمين وسياغة هذه الأراء الثلاثة وهيتم رفعها إلى الأمانة العامة وبالتالي هترفع للحوار الوطني وبالتالي هترفع بعد كده إلى أساد رئيس الجمهورية اللي كان وعد إنه هو هترفع إليه هذه الأمور ما في اختصاص رئيس الجمهورية الرئيس وعد بإن هيقره على الفور واللي مش من اختصاصات رئيس الجمهورية الدستورية هيحيلها إما إلى البرلمان أو هيحيلها إلى مجلس الوزراء فده تطور الحقيقة مهم جدا فيما يتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية المقبلة هننقشه مع ضيفين كريمين دكتور أيمان محسب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوافد والأستاذ عبد الناصر أنديل الأمين المساعد لحزب التجمع وكل واحد فيهم ليه وجهة نظر حد مع القائمة النسبية وحد مع القائمة المطلقة ولكن كمان إحنا النهاردة في اختراح جديد بأدخل جديد وهو المزج ما بين الفردي 50% والمطلقة 25% والنسبية 25% فهناخد رأيهم في هذه الاقتراحات ومرة تانية الحقيقة أنا ببقى سعيد جدا وأكيد حضركم سعداء بحالة الحوار حالة النشاط السياسي وحالة الحوار السياسي اللي دايرة والحقيقة وكان سبب رئيسي فيها هو الحوار الوطني على مدى الشهور اللي فاتت